مساء الخير النهاردة عاوز أكمل الكلام عن الوستاذ فريد الأطرش أنا كنت اتكلمت من حوالي داخل على ثلاث أسابيع أو شهر يمكن آخر مرة وللأسف اتقطعت التصوير لأنني لم أعرفش إيه اللي حصل ساعة كاميرا التليفون بتعمل مشكلة المهم أنا عاوز أكمل الموضوع بتاع فريد وعاوز أكمل الفكرة اللي أنا تقطع الفيديو عليها الأخير أنه أغاني فريد حتى لو فيها إيقاع زي ظهرة في خيالي إيقاع غربي هي الموسيقى العربية وده اللي خل فريد كنت بنا كانت الفكرة بتاعتي إنه في الوقت اللي خرق فيه فريد كان الشعب المصري يمكن منقسم إلى قسمين قسم يميل للغرب ويمكن حتى يعني من يمكن مزال حتى الآن وقسم يميل للشرب فكانوا الناس اللي هم نظر نقول البشوات وكده كان معظمهم تعليم ياما فرنساوي ياما انجليزي ياما كده فكانوا بيميلوا للأغاني الغربي وفي منهم أيضا برضو يعشق الشرقي فكان فريد عنده شعبية بين الناس دولا وأيضا شعبية بين الناس البسطة في الشعب وكان طبعا أياميها انتشار فريد كمان كان لما نفكر فيها كان أكيد صعب وزيما أنا في المقال بتاعي انه فتح فحد في الصخرة أنا في الزمن دولا مش كل الناس عندهم يقدروا يسمعوا استوانات مش كل الناس عندهم راديو مش كل الناس عندهم وعشان تسمع راديو نازم تروح قهوة ولا تروح مش عبئيه يهمة وبعدين هي الإزاعة كانت إيه كانت ساعتين في اليوم يعني ما كانتش الإزاعة 24 ساعة ولا كده يعني كان كله على بعض ساعتين في اليوم فالموضوع بتاع فريد انه قدم أعمال من أول يوم وهو عنده انتشار وعنده يعني كان منتشر فريد شخصية فريد انه من بداياته من وهو صغير وهو عنده جماهرية وجماهرية بين الناس اللي بيميله للغرب وجماهرية بين الناس اللي يميله للشرف فكي يحصل على هذه الجماهرية ده محتاج عبقرية وزمن ده كان فيه فطاحل برضو يعني يعني كان فيه داود حسني وفيه مش عارف فريد غصن وفيه ناس يعني كانوا من في التلحين وزكريا أحمد وكده اللي هم كانوا أيام سيد درويش وأيام دولا فيه جيل كده كان موجود ده جيل فطاحل عشان يخرج وينتشر في الوقت ده طبعا محتاج عبقرية ده بياخدني لمشكلة تانية في موزيع محترام يعني للجميع دايما هو حشر نفسه في كل المواضيع يعني وهو بيقول أنه كان صديق عبد الحليم وأنه يعرف يعني القصص عبد الحليم المهم مش هندخل في المواضيع دي لأنه يعني زود حاجات من عنده في حاجات كتيرة أولا نقطة أنه دايما يقول أن هذا الموزيع بالتحديد أن فريد يعني طيب أو سازج أو مش عايف إيه وعايز يقول يعني أنه ما كانش زكي وأن عبد الحليم كان زكي يعني فعلا هو عبد الحليم زكي وفريد الأطرش أيضا زكي لأن لو فريد ما كانش زكي ما كانش يقدم لنا الأعمال دي كلها وما كانش يقدم 31 فيلم يعني هو أكثر مطرب من الأكثر مطرب قدر يقدم أفلام وكل الأفلام مع هذا فيلم جمال ودلال يعني اللي ما ننجحش قوي وكان هو نفسه حكى أنه كان فيه ظروف عشان خطر السيفان روستي وكده إنما 31 يعني 30 فيلم نجحوا جماهريا وأكاديميا النقاد وكله وتعامل مع كبار المخرجين يعني طبعا هم أكثر اتنين تعامل معهم كان بادرخان وهنري بركات وكان دايما يقول له يعني هو فيلم وفيلم إنما تعامل أيضا في فيلمين عملهم مع عيسف شاهين في فيلم صلاح أبو سيف اللي هو بتاع رسالة من امرأة مجهولة وكمال الشيخ وده لي قصة برضو إنه كمال الشيخ معروف إنه دايما بيعمل أفلام الساسبانس وأفلام وقعية إنه ما فيه ساسبانس وكده بوليسية حاجات كده بس كمال الشيخ من زوء ومعاملة فريد خلاه يردى إنه يعمله الفيلم اللي هو بتاع من أجل حبي وده فيلم يعني برضو من الأفلام اللي فيها حكاية غرامي ويعني المقدمة الموسيقى بتاعة حكاية غرامي الجميلة وفيه مجدة وليلة فوزي وفيلم مليان يعني وقصته قصة حلوة وكل أفلام فريد دايما متأخذي إما عن قصة عالمية أدبية عالمية إما عن قصة عربية أدبية أيضا زي خروج من الجنة لتوفيه الحكيم زمني حب عطف سالم فخروج من الجنة أعتقد كان ذو الفقار مش فاكر مين فيهم ذو الفقار إنما لما تبصت تلاقي إنه ناس تتهم فريد بأنه واحد يقول كان مفروض يعتزل وهذا الشخص نفسه لما كان بيقدم أغاني وبيقدم استعراضات كان بيقدم أغاني فريد يعواز الفلفل وأغاني فريد يعني ومين اللي قال إنه فريد كان لازم يعتزل وهو نفسه شاف جمهور فريد لآخر لحظة كان إزاي بيستقبل فريد وبيستقبل عود فريد ويجي واحد ثاني كمان يقول إنه فريد مزكي يعني فيه تحكمات وفيه تحس كده إنه ناس ما عارفش يعني هما عاوزين يعني مع إنه هما عدوهم شهرة يعني هما مش أو عايزين يبقى لهم جماهرية عشان بالرغم إن أنا بشوف إن مثلا عبد الحليم حافظ وأنا وقت المحبة عبد الحليم برضو عبد الحليم حافظ لما بيكلم عن فريد وأنا عندي الحديثين اللي هو حديث مع فريد اللي هو اللي بيقدمه عبد الحليم والحديث مع طريق حبيب عبد الحليم حافظ كان بيحترم فريد وبيقدره بيعترف إنه هو كان موسيقار وموسيقار عظيم وإنه كان مميز وإنه 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 فما فيش داعي لتشويه صورة شخصية عظيمة زي شخصية فريد يعني أنت عايز تبسط مين وفي نفس الوقت كمان في حاجة زي ما قلت كمال الشيخ استقبال فريد ومعابلته وكده وزوءه خلاه يرد أنه هو يعمل فيلم بره التخصص بتاعه وأنه يسف شاهين أيضا عمله فيلمين نيجي لزوء فريد وكل أشار ويعني تغنى بزوء فريد وبطريق فريد في المقابلة حسين فهمي حسين فهمي برغم أن الناس كله يخدعوا فكرة عن حسين فهمي أنه متكبر أو كده إنما حسين فهمي شخصية عظيمة جدا وأنا مرة شفته في يعني وأنا عندي صور هبقى مرة أحطاه صور مع أيام ما كنت في مصر كنت بحضر مهرجان كان معا صور المهم حسين فهمي كان بيتكلم عن الطريقة اللي اشتقبله بيا فريد لما كانوا بعمله فيلم نغم في حياتي ومعروف أن حسين فهمي كان عامل خلي بالك منزود وكده وكان يعني هو كان بطل بطل أوحد في الفيلم فإن هو يعمل دور كانوا دور تاني مع فريد فكان مستصعبة إنما استقبال فريد لي والذوق اللي شافه من فريد خلاه ما يقدرش يتكلم يعني يعني بيقول إن فريد ما استقبله وخده بالحض ما قدرش يعني يفكر حتى يضطر إنه هو يقول له فده بياخدنا لنقطة ثالثة وهي نفس الموزيع اللي بيقول إن دايما يقول إن فريد مش زكي وعبد الحليم زكي وكده عنده قصة ما عابش وجيبة منين إن فريد كان عنده خدام اسمه عبد الحليم وكان دايما يشتم الخدام ويقول له يا عبد الحليم يا غبي ما عابش وجيبة الموضوع ده منين شاف فريد فين أو عمره ما شاف فريد وما اعتقدش حتى إنه شاف عبد الحليم أساسا إنما كل من عاصر فريد وحتى الخدامين بتوعه وحتى الناس وحتى الفريق اللي كان مع عبد الحليم لما بيتكلم عن فريد بيتكلم عنه باحترامه حتى نفس الطبيب المعالج لعبد الحليم ليه أكتر من حديث عن فريد إنه فريد بيروح له وهو حب فريد يعني ناس كتيرة حبت فريد حتى لو هي كانت في الجنب بتاع عبد الحليم من زوء فريد ومن طيبة فريد وطيبة مش معناها غباء أو لا هو إنسان طيب إنسان زوء إنسان أمير هو فعلا أمير يعني ف ما عرفش يعني إيه القصة بتاعت إنه هو يا عبد الحليم يا غبي وكده فريد معروف عنه إنه كان بيعامل الخدمين معاملة كويسة جدا وبالعكس كان يقول يعني فيه قصص إنه كان بقعدهم يكلوا معاه وما كانش يحب يقعد يكلوا واحد وكان دايما يعزم الناس وكان يخلي الخدمين وكان دايما بيدي فلوس للخدمين وبيعيزهم مبسوطين وبيعملهم أحسن معاملة وأكتر من مرة زمان أنا فاكر كانوا بيجيبوا وكانوا بيروحوا ويزوروا القبر بتاعه يعني جاب منين فكرة إن عبد الحليم يا غبي وكده وكلام الفاضي ده فأنا شايف إن هذه المؤلفات اللي تقلفت عن فريد غير حقيقية عشان نصلح اللي حصل كلام ونختم الموضوع فريد جمهوره مكانش هيسيب ويعتزل لا في أولي الستينات ولا حتى في آخر الستينات ولا طبعا في الخمسينات وفريد كان عبقري وقدم لنا أفضل الأعمال الموسيقية وأيضا فريد معاملته مع الناس وبرضو من ضمن الحاجات نرجع ونتكلم في موضوع الخدام دوا معاملته مع يعني غير معاملته مع الممثلين وكده كانت دايما معاملة طيبة معاملته مع الخدمين معاملة طيبة معاملتهم حتى زملاءه من الملاحنين يعني كان معروف أنه كان صديق لمحمد فوزي أيضا وداب بشهادة مديحة يسري أستاذة مديحة يسري وبشهادة زوجة محمد فوزي اللي مثلت مع فريد اللي كانت ملكة جمال مش قادر أتذكر اسمها برضو اتكلمت عن زوجة فريد ومعاملة فريد وصداقة فريد مع محمد فوزي ف يعني ما عرفش ليه الناس عايزة تشوه صورته ف يريد يبطلوا هذا التشويه ويعني مش هيتشهروا هم مشهورين يعني هم ويحترم فريد ودول القدر اللي هو يستحقه من الاحترام لأنه إنسان محترم جدا وعبقري وموسيقار عظيم ويستحق الاحترام ويستحق التكريم ويستحق دايما إنه يذكر بالخير ويذكر بعظمته ويذكر بأعماله وبلاش التشويه اللي بحاولوا يشوهوا لي وشكرا تسبح على خير